السلام عليكم في درس النهاردة هنعرف ازاي نستخدم are you و ازاي نستخدم do you اول جزء معنا am i هيجي بعدها اسم او صفة او حال او جار و مجرور او فعل في ing و do i هيجي بعدها فعل is he هيجي بعدها اما اسم او صفة او حال او جار و مجرور او فعل في ing does he هيجي بعدها فعل is she هيجي بعدها اما اسم او صفة حال جار و مجرور و فعل في ing والناحية التانية does she هيجي بعدها فعل is it هيجي بعدها نفس الكلام اسم او صفة او حال او جار و مجرور او فعل في ing جي و does it هيجي بعدها فعل نجي بعدها الجامع are they هيجي برضو نفس الكلام اسم او صفة او حال او جار و مجرور او فعل في ing نجي والناحية التانية do they هيجي بعدها فعل is it is it is it جار و مجرور او فعل في ing والناحية التانية do we هيجي بعدها فعل واخر حاجة معنا are you يعني انت او انتم تنفع المفرد تنفع الجامع are you هيجي بعدها اسم او صفة او حال او جار و مجرور او فعل في ing والناحية التانية do you هيجي بعدها فعل كاذا الاجابات على كل انواع الاسئلة التي فاتت يا مياس يا منو شكرا